السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في غزة أنباء عن قيام القوات الإسرائيلية بعملية إمداد جوي وإنزال مواد قتال لقواتها المتوغلة في خان يونس في وسط قطاع غزة لماذا قامت إسرائيل بهذه العملية الليلة الماضية؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق في الأيام الأولى من هذه الحرب قامت القوات الإسرائيلية بالتوغل في المناطق الشمالية وكان الطرق إمدادها قريبة للحدود مع قطاع غزة ولكن بعد نهاية الهدنة الإنسانية وتوغل القوات الإسرائيلية في خان يونس لعدة كلمترات جعل خطوط إمدادها تتعرض للهجمات من المقاومة الفلسطينية وخصوصا مقاتلي حماس الفرقة المظلية الثامنة والتسعون هي التي كلفت بالتوغل داخل الأراضي الفلسطينية في محافظة خان يونس وتقدمت أولا من المناطق الحدودية القريبة من مستعمرة كوسيفيم حتى وصلت إلى طريق صلاح الدين وقطعت هذا الطريق قبل عدة أيام بعد ذلك بدأت بالتقدم جنوبا مع طول طريق صلاح الدين حتى وصلت إلى مركز مدينة خان يونس وأيضا بنفس الوقت كان هناك نواء مظليا آخر إسرائيليا تقدم نحو وسط مدينة بني سهيلة في محافظة خان يونس وهذا جعل القوات الإسرائيلية تتقدم وتتوغل لمسافات بعيدة جدا المسافة الأولى من الحدود مع قطاع غزة وحتى طريق صلاح الدين حوالي أربعة كيلومترات ومن المنطقة التي وصلتها في شمال القرارة وحتى وسط خان يونس ستة كيلومترات وبذلك تتوغل القوات الإسرائيلية حوالي عشرة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية وهذا ما جعل خطوط إمدادها طويلة وتتعرض لهجمات جانبية من المقاومة الفلسطينية وهذا ما حصل فعلا إذن تعرض القوات الإسرائيلية لهجمات جانبية وتدمير آلياتها وخصوصا آليات التي تمد القوات المتوغلة إلى وسط خان يونس تعرضت للتدمير من قبل القوات الفلسطينية وهذا ما أكده يوم أمس أبو عبيد الناطق باسم حركة حماس عندما قال تم تدمير 180 آلية عسكرية على بداية الهجوم الثاني أو المرحلة الثانية من الهجوم الإسرائيلي وخصوصا في منطقة خان يونس وهذا أيضا ما أكدته إسرائيل وخصوصا جريدة The Times of Israel عندما قالت أن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية إنزال للمعدات ومواد تموين القتال للقوات الإسرائيلية لأول مرة منذ حرب عام 2006 في جنوب لبنان إذن خطوط الإمداد الإسرائيلية تتعرض للهجمات ولا تتمكن إسرائيل من إمداد قواتها المتوغلة في وسط خان يونس لذلك تلجأ إلى إمداد قواتها عبر الإلقاء والإنزال الجوي وهذا فيديو يبين طائرة عسكرية إسرائيلية وهي تقوم بعملية الإلقاء الجوي لمقاتليها الذين توغلوا في وسط خان يونس إذن عملية الإلقاء بواسطة مظلات تحمل معدات وتجهيزات عسكرية وأعتداء كل ذلك عبر وسائل النقل الجوي وإلقائها من الطائرات العسكرية وهذا دليل على أن إسرائيل لا تستطيع أو تتمكن من إمداد قواتها التي توغلك حوالي عشرة كيلومترات في وسط خان يونس إذن هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل تقوم بعملية الإمداد من خلال ضائرات النقل الجوي وإلقاء هذه المواد لقطعاتها المتوغلة في وسط خان يونس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته